نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اطلاق رابط إلكتروني لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية موضحاً أن الرابط المتداول مزيف وأن تلك المنح وهمية ولا علاقة لها للوزارة بذلك مشيراً إلى أن أي منح أو مساعدات مالية تقدم للأسر والفئات الأولى بالرعاية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وشدد المركز على نجاح الدولة في دعم العديد من الأسر الأكثر احتياجاً من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئات وأبرزها برنامج الدعم النقدي تكافل وقرامة والذي وصل عدد مستحقي إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف أسرى بإجمالي أربعة عشر مليون واطن وبتكلفة تصل إلى عشرين مليار جنيه سنوياً ترجمة نانسي قنقر